ايجل عندي ريمون كنت انا بمستشفى المعونات يوم متى عم بفرجيني حرق بايدو عكل حال يعني بدي خبرك مرشاربيل منو بعيد عنا بس كمان هني بيعلموني انتبهي يعني هون الخويجة بيعلمني انو هايدي صايرة جديدة بده تعمل صدرة قال لي شو بتعتقد شو لازم نعمل طلعت هيك قلت له هوني لازم نشيل شي ميتان جرام يعني قال لي نبيل جيتها تحط اربعمية مين اخترع الخليجة يا جزعية البلاستيك سورجن اطبت تجميل انا بعدت حالي من اسرياء الحرب بالجراحة رحت ع ايران من التسعين للأربعة وتسعين واشتغلت بايران ابقى روح بالسنة تقريبا بين الاربعة تشهر والستة تشهر كل سنة واحد واسب انجلوس تاكسون مرت ترومن ولا اكتر من هيك تتعرف انه السياسة بالنتيجة هي اكبر مهنة او بجيبوا صورة وبقولولنا بدنا نعمل هيك هيدا ما في امل منه موسيقى 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 كيف كون اليوم؟ بخير ياشيلي حالة أولا الشيبين عنشكرك لزيارتك لدينا اليوم عنا بشكركم عنا حلقه ان شاء الله تكوني كتير حلوي وكتير قصص ان انا اعرفه يعني بعالم التجميل وغيره قبل ما بلش هيك احكى شوي عن التجميل وعن الطب كنا عم نعمل ريسورتش وبيّن معنى قصة لفضلت لنا يحبّى بلّش فيها بدنا ننشع شواب بالوقت لورا لثلاثين يمكن ثلاثين سنة لورا بعرف أنه صار فيه مثل أعجوبة من القديس شاربل مع ريمون نادي صح والشخص كنت حضرتك الشخص المسؤول لتكشف إذا هيدا الشي عجيب صح أو لا وعملت رابور شألوني عنه حتى بالفاتيكان فيك تخبرنا عكي عن هالقصة؟ إيجا لعندي ريمون كنت أنا بمستشفى المعونات يومتها عم بفرجيني حرق بإيده وكأنه حدا لقته من ورا حاطت إيده عليه من ورا على زنده إذا متذكر زنده شمال يحين بينا دكتور حين وراك صورة إذا بدك تطلع جههم فيني؟ اي 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 اكيد نعم oui حل قال لي لا لا. قلت له هيدا بدنا ندويه يعني لازم بس بده ياخد وقت لأنه تالت درجة وهيك. قلت له ما عم بيوجعك؟ قال لي لا ما عم بيوجع. قلت له هيدا اكبر برهان أنه تالت درجة. من هون لهون خبرني القصة شوي. أنا للحقيقة تألك هيك تشعر بدني. يعني انه كيف صارت القصة ومبين انه واحد حاطت ايده من ورا. راحت الايام ورجع اجا. قلت له بترجع لعندي بعد شهر شهر ونص تشوف. جي تلات انه صحة. وبالكاد في اثر. بيرجع بعد فترة تانية بيرجع نفس الحرق بيصير مرة تانية. ولك يا ريمو شو عم بيصير. قال لي هيك هيك طلعنا لفوق مهني بيطلعوا بيعملوا كل 22 الشهر بيعتقد. بيعملوا بيزوروا كل شي. وتقول انه ريمون مهندز. مجوز عنده تلات اولاد. وعنده عقل يعني منو هيك منو واحد كيف مكان يعني مش واحد عم بمثل ولا واحد قال له جليدي. يعرفت كيف. سوف يتخيل اساس حتى او يركبه. يعني انا اخدت صور يوم متلا شعلي. وزوجعت تجددت كمان مرة تالتة. يعني هايدي هي. هيدا الواقع. انا بوصف واقع. حرق تالت درجة بيصير هاك. بلا اثر. برجع بلا اثر. هاي هاي القصة وادي حقيقتنا. حس بشي سخن. حط ايدو اللي. وهيك صارت. بترح كاين. بس كيف وصل عمر شاربيل. يعني كيف هو اول قصة. كيف قال لك انو حس انو او انو مرشاربيل كان بمطرح. هلا هو ما قال لي مرشاربيل. ايه. كنا نحن عم نزور مرشاربيل وفوق. اوكي. وحس شي سخن شي لمسو. وصار هيك. هلا هو ما قال لي مرشاربيل لانو ما انو عير مرشاربيل بس انو بما انو صارت القصة. هو فوق. هو فوق يعني هل فر. اوكي. ما شايفو مرشاربيل هنه. اوكي. انا بحب عطول انو اسمعا للأطب. هيدا الموضوع لانو بقولوا انو الدين والطب ما بيجتمع. يعني لا الاسس الدينية بيقدر يفسر الطب ولا العكس صحيح. ايه. مظبوط. في هيك. في علامة استفهام. عكل حال يعني بدي خبرك مرشاربيل منو بعيد عنا. انا جدي باي جدي. كان خوري. خوري يوسف. وارتسم هو والحرديني سوا. مع نعم طلال حرديني. ارتسموا سوا. واتنينيتهم علموا مرشاربيل. يعني عندي شي انا مرشاربيل بيخصني. ايه. بخصنا كلنا. بخصنا. ايه. بخصنا كلنا. هلا تسور اللي ما بيعرفه. طرح كايم هو اللي علمناك بالبلستي. تخرجت انا. اللي جامعة الياسوعية بالطب التجميل. جراحة التجميل. طرح كايم كان كان بوقتها هو رئيس قصم التجميل. جراحة التجميل. زو. علقت معه شوي شوي بعيدة. رح نرجع شوي لورا. طرح كايم. بيا كان حكيم سنان. نعم. شو كيف اثر عليك. شو الانفلونس طبعه. انه تفوت بالطب منه. وليه ما فات بطب سنان. ليه قررت تفوت بالطب بعدين جراحة التجميل. من انا وصغير نحن عائلتنا كلهم مهندزين. يعني عمومتي وولاد عمومتي كلنا. لدينا كل الفئات. من السيفيل للميليتار للافياسيون للمريتيم للاجرونومي كل شي. في بيا كان حكيم وانا والدتي كان بدييني انه انا اعمل مهندز. انا ما حبت حبت اعمل طبيب. كان والدي بده انه خيل كبير يعمل طبيب سنان. خيل كبير ما بده يعمل طبيب سنان. انا اعمل بزنس مهن. انا ما بدي. يمكن ازكى. يمكن ازكى بوقت. انا بدي انه اعمل طبيب. بدي اعمل طبيب. انا وعن بعمل الطب اكتشفت انه بدي اعمل جراح. وانا وعن بعمل جراح قررت انه بدي اعمل جراحة التجميل. لان انا صار لي بتعرف انتجو. صار لي بالماتشنج بروغرام روح على امريكا. بس هونيك اكتشفت انه التأت خصص بالتجميل صعب كتير. خصوصا التأت بوقتها يعني عم بحكيك سنة الخمسة وسبعين ستة وسبعين. التأت بناس مخصصين بالجينرال سورجوري بورد سورتيفايد. وصار لهم ثلاثة سنين ناطرين ومعطيوهم. رجعت جيت عالبنان. عملت هوني الريزيدنسي تبعي. والله يوجه له الخير. بروفيسور غسين هو اللي عمل هال هال يعني عمل سيستام الريزيدنسي عنا. ومن هوني عملت الجراحة العامة. ثلاثة سنين هون. وبعدين رحت على فرنسا. عملت متخصصت بفرنسا. بسان لوي اول شي مع ديفور مانتيل. وبعدين مع بروفيسور تيسيي. وعملت فيلوشيب بامريكا يعني بهيوستون. رجعت رحت عامريكا. رجعت رحت عامريكا. على وسانجلس مع هاري كاوموتو. بهيوستون مع توم بيغز. وبهالطريقة هايدي جبت اتنان يعني الامريكاني والفرنسا. مزوط. هلق هيفا يمكن ما بتعرف لانه هيدا شوية بالتجميل. بول تيسييي. المنتر تبع تغترح كاين. زي بتقريك كتب تجميل هالا عن جراحية الوجه. بالفانط بالقصص الخلوكي. هو كاتب كل شي. خارو. وهو اخترع هالجراح. كرانيو فاسيال. هو بلشه. هو بلشه بالعالم يعني. وسيقبت انه انا كنت معه. وادراجنا بهالم وكبتر خير الله يعني. ماشي الحال. هالاعرض علي بقى بفرنسا بس. بدي قللك معرضو ما كان في عروضو تبقى بفرنسا او بامريكا. كيف ما فيه. في عروضو كل شي بس بوقتا كان هون في حرب وفي هيك ما بيسير. بجيت انا لهون لانه بعتقد كان فيه حاجة لهالا الاختصاص. ماشي الحال. ماشي الحال. قبل كان التجميل لما كان الشخص بحاجة لتجميل. يعني صحيح كان بالحروب بالحوادث. ماش ماشي هلأ. هلأ ترند. يعني انا بحب منخاري غيره هلأ. او بحب شفافي مثل هيد الصورة. يعني اتغير مفهوم التجميل من قبل اليوم. شوفي هو جرحتي اسمه جرحة التجميل والترميم. الترميم يعني الوقت اللي بيكون فيه شي غلط وبترجع بديك تضبطي. او شي نقص. بديك ترجع بديك تخلقي من جديد. مثلا واحد عمل حادث طار من خار و بديك ترجع بديه من خار. هيدا ترميم. واحد صار معه كانسير بالجلد ولا شي او عمل حادث طار تشقف من جلده بديك ترميم. التجميل الوقت الواحد بده يغير او بده يغير او بده يشبشب. لانه فيه هدفين للتجميل. يا بده يغير الشكل او بده يرجع لورا مثل شد الوجه مثلا او الشفون او الى اخرين. اللي بده يجمل لواحده مثل عمليات المنخير يعني مثلا عمليات المنخير او بده يرتاح اكتر اذا عملية صدر عملية بطن او عملية شو بتسميهم. المؤثرة. المؤثرة. هادي ساعته هادي عملية تجميل ترند. فيه ترند وفيه بوش شوية عليها. صحيح. فيه بوش شوية عليها. طيب هلا بفهم الناس انا اللي بدني يجملوا. مش عاطلي. هلا نحنا الواجب تبعنا كحكمة انه نشوف في النتيجة قبل ما نعملها. ونقدر ننصح هالشخص اذا لازم اذا احسن يا ما مش احسن. هلا فيه ناس بي عندو. وبدو ان يعملوها. وبي يعني. ما فورسي يعني. بي شدوا لك ايدك انه خلاص لازم. وبدي يقنعوك انه هيك افتش. او بيجيبوا صورة. وبقولوا لنا بدنا نعمل هاك. قدي بيمرق معك هيك حالات بالصور. بالصور بيمرق معي حالاته. انا بنبسط منهم. بقول لهم يا راد فيني عاملكون هاك بترككن عندي. انه مبليهم يروحهم. قال الترند كبيرة. انا رح رجع بس 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 سؤال صغير لانو حكيم بالموضوع. شفت الكلتشر الفرنسوية. شفت الكلتشر الامريكانيه واتدرست. عام. وي. إذا فيك اول اشي تقلنا شو الفرق تخبرنا كيف اوقات الكلتشر الامريكانيه بتاخد قصاص من غير الناس. بتاخدها لحاله بتعملها ماركتينج لأنه هي أوقات اللي هي اقترعتها بتعتبر حالا أنه أنا اقترعتها مع أنه بكون سرقتها من غير بلاد صار حوادث معك وقصص إنسيدنس قبرنا شو عنه هي هي السقافة الأوروبيوية وخصوصا الفرنسوية والسقافة الأمريكانية فيه اختلاف كبير يعني بعطيك مثل بسيط وقت لي كنت بيهوصن عند توم بيكز مرة أجت وحدة بدأ تعمل صدرة قال لي شو بتعتقد شو لازم نعمل طلعت هيك قلت له هوني لازم نشيل شي 200 جرام يعني قال لي نبيل جيتها تحط 400 لأنه إذا بفرنسا إذا بفرنسا بيحبوا بيحبوا الصدر الصغير بأمريكا بيحبوا الصدر الكبير هايدي مثل مانسفيلد مثل جين مانسفيلد هنا السايزات طبعا بأمريكا فاميلا أندرسون يعني عندهم هالموضة هايدي هالسقافة هايدي بدك تخدها بعين الاعتبار هلا بالنسبة للتكنيك يعني للعمل الجراحي بحد نفسه في كتير عمليات ان عملي تبلشت بفرنسا بس بما أنه فرنسا محل صغير يعني نسبة ما نحكي عن لبنان يعني عن فرنسا الشغل بتروح على أمريكا أمريكا بيبطبوها بيعملوا استاتيستيك أكتر بيعملوا مننا أكتر ويرجعوا بيخرجوا بطريقة مهمة وكأنه هني خلقوا مثلا السماس يعني هيدا معلمة عمل تسييه هيدا بيسموه ما بعرف بالعربي كيف بدي قوله في السيستان مشكلو أبو نيفروتيك شوبرفيسيال يعني يعني في العضل اللي تحت الجلد اللي هو يستعمل يعني لشد الجلد ولقى نفس الكلمة عدنا شي تلتة شهور نفكر تتكون نفس التايتلز بالأمريكي بالإنجليزي بالإنجليزي والفرنسا يعني سبرفيشل مسكلو أبو نيفروتيك سيستم هو زيت السماس بالفرنسا والسيستان راحوا على أمريكا وإنه هني خلقوا السماس لا مش انتو خلقتوا السماس السماس أخذوه سرقوه أخذوه وصاروا وصاروا يستعملوه وهيدي إحدى التكنيك يعني اللي عملت يعني وبعدين هو لدرجة مرة معلم كنا بيهون مؤتمر طلع هيك قال له يا شباب انتو عم بتبلشو محل ما أنا خلصت يعني شوف اللزي شو حلو شو حلو هذا ما وقف ما وقف عز يعني انو شو عم تعملو يعني ماشي الحال عكل حال هو كان إحدى الشخص الوحيد الأجنبي اللي كان أجمع قدم بالتجميل وبالطب هلأ هو هو تدرج كمان بعد الحرب العالمية الأولى بإنجليترا مع جيليس وماكندو جيليس وماكندو بلشوا بقى الأضايا هو تخرج من عندهم بعد وإجع فرنسا وطور وطور الأمور يعني بروفسور حضرتك كمانا خرجت أطباء كتير بفخر بفخر ودكتور جو أحد بفخر بفخر بدي أسألك بدي لك عتواصل بتتبع معهم مثلا أي تكنيك عم يستعملوا هن بيبقوا على تواصل معك ليخدوا من الخبرة طبعك بعض أكتر وأكتر بخبروك شو عم يعملو؟ أنا أول شي في صداقة يعني عوضي أولادي بيطلبوا مني أيام أراء يعني بتلفلولي شو رأيك شو كذا بكل صراحة بجيوب يعني لأنه مفروض فيي هيك بس كمان هني بيعلموني انتبهي يعني هون الخواجة بيعلمني أنه هايدي صايرة جديدة و це واسب派 يعني يعطيهم بس يعطوني كمان لأنه مع اشعر الشباب بكل في الحياة هو الغناء أنا هدا رأييي إنه به erste بلع tb جيلك انتي تبدا بزيتالخبار بزيتالشو اسمه وقت اللي بتشوف الشباب بتحس انه فيه حيوية اكتر فيه فيه شي جديد فيه شي بيرجع بيلمع وكل شي ممكن شباب ولا صبايا يعني كمان كله بيرجع بي تلح كايم مع قصة هيفر لما تعرف وما رح سمى بالأسامة بس حكما انت خرجتهم شي بكندا عم يبرع شي بامريكا عم يبرع شي بالدول العربية عم يبرع شي ببلده عم يبرع شي بيروحوا بهيدا اده بتنبسط اده بتقول انه انا عملت شي صح وكلهم وبتعرف كلهم بيحكوا بفضلة عن جد كيف اثرت عليهم وكيف مش مهم يعني واحد يعلم تكنيك بس كيف قصص يمشوا بالجراحة اه اكيد شو بتحس عن جد؟ اول شي فيه الاتيك يعني الادبيات ادبيات الجراحة وطريقة التعامل يعني انا بقللهم للشباب بوقت اللي بتشوفوا حدا جي لعندكون اعتبروا يا بايكم يا خيكم يا ابنكم او امكم او اختكم او بنتكم مش مرتكم لان المره معقول يكون واحدين او حمايتكم معقول يروحوا بقى يعني بدك تاخدي من هون ومن هالقصص هايدي تتعاملي مع هالاشخاص بهالطريقة هايدي هلا اكيد بالاول برح الواحد يقصر شوي بس على المدى البعيد اكيد ربحان يعني هايدي التفكير بالمدى البعيد بيعطي كتير 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 بقى الواحد ما يلحق ما يخد على اللبناني اللبناني بيحب القرش الفيش والقرش السريع سريع مصبوط بس ما بيودي لبعيد واكبر برهان لايكي بين صار بلدنا قد ما فيشنا تغيرت التكنيك انا كتير حب اعرف قدي تغيرت التكنيك من قبل لها اللا في اشياء عم تتغير في اشياء عم تتطور هلا في مكانات جديدة في استعمال اشياء جديدة اكيد يعني اديما مثلا شد الوجه بيعرف جو شد الوجه يبقوا يشدوا الجلد حاليا الجلد بيجي وبيغطي يعني دريبنج بينما الشد بتصير على العضل هيدا اسمع في عام كعنا على العضل وعلى الدهن رفتي كيف هايدي مثلا شغلي اساسيه مثلا حاليا عم بتطور كتير ودايما لكي التطور ما في شي هيك بيصفي من نهار للتاني بيقلي مدميك ورا مدميك ورا مدميك يعني بيصفي هلا بالمؤتمرات حلنا مؤتمر هلا السبت والاحد وبعدين في مؤتمر بيقتينا بعد جمعة الجاية بتروحي على المية بتاخذي عشرة بالمية اتناعش بالمية بتستفيدي منو هاو ديكي كلو متعارفيون متعارفيون بس كل مرة بتزيدي شوي شوي بيصفي فيه تطور يعني بس ما عم بيصفي في شي واو انه هيك يعني الواو اللايبوسكشن هاي دي واو والدهن والدهن اللي استعمال الدهن غير كتير الاشياء الخلية الجزعية ها بنحكي عالخلية الجزعية مين اخترع عالخلية الجزعية البلاستيك سورجن الطب التجميل لانه هني هي ياخدوا للباحن لاحظوا انه عم بيصفي فيه تطور من ورا زرع الدهن فتشوا ليقوا ليقوا انه فيه خلية جزعية هلا صاروا بدوا يستعملوا الخلية الجزعية بكل تطور طبي هيدا اجيت من الطب التجميل طرح كايين بوقت الحرب انت عشته وعشت الاصف والتدمير اللي صار بلبنان وجروحها والناس اللي صاروا فترة صعبة كانت اكيد لكل حكيم تعلم لانه اكيد عمل كتير عمليات وكذا شيء فترة صعبة خبرنا شوي بالحدث اللي انت عم تصير كحكيم فيه ناس إرجانسية طوارئ فيه ميات المرضى كيف كنت بوقتها قدرت تحدد نقدر نعمل هالمريض كيف كنتوا تلحقوا تقم طبي محدود اصف وين ما كان مستشفى ما ما فيه ريسورسز قد ما واحد بيتمنى كيف كان الوضع بوقتها شوف وقت للاصف يبقى اكتر شيء يجينا كميات وقت اللي يكون فيه هجوم ساعتها يجو مثلا الهجوم اللي صار على الطبية من البداوي ها يجينا يومتها تقريبا حوالا الستين جريح واكتر شيء يبقى يجينا جرحة وقت اللي يحطوا عربيات مفخخة عندي ايهون عربية سن الفيل عربية فرن الشباكة عربية اللي صارت على الاوتوستراد هادي العربيات المفخة يبقى يجينا ساعتها من جميع الانواع مش بس شباب يجينا ولاد نسوين لانه تضرب وين ما كان كيف نعمل هون كمين برجع بيجي لدكتور خسين يبقوا يجوا هالجرحة نشوف مين اللي عنده حظ ومين اللي اللي بيخلص ومين اللي ما بيخلص اللي ما يقوس منه ما رح يخلص او ما في نوا يعني لو اشتغلنا في هاي بدي يكون الواحد راسه مسقه ها ساعتها مظبوط ما فيك تشتغل بيعاطفي اللي عنده اللي كلها واكيد رح يخلص هيدا دغري يلا محدودين جراحين محدودين والقود محدودين وكل شيء فيه اكيد فيه فيه افضليات يعني في بس هون يصفي فيه متل ما بينعمل بكل الحرب يعني هاي شغلة صارت بكل حروب العالم يعني نحنا عاشناها هون لأن كان سيفيل شوي بس جمالا بالحروب العالمية يعني بيشوفو اللي ما يقوس منه الى اخري بيعطوه شيء للوجع طي ضاين شوي الى اخري بس منروح دغري عاللي اكيد رح يخلص اكيد رح يخلص اعرفت كيف هاي دي شغلة اساسية بعدين منعرف يعني مثلا واحد اذا اكله بالدماغ بيضاين شوي اكتر من واحد مثلا اكله بصدره ولا عم بينزوف ولا برات ولا بر الاورت هاو دي ما في ما في وقت بديك تروح دغري يعني هوني صار في اكسبريانس فيها يعني صار فيه صار فيه خبرة انا بعدت حالي من اسريق الحرب بالجراحة مش اسريق الحرب على على البور وبغير شي من اسريق الحرب بالجراحة يعني سقبنا هال هال ما بعرف اذا بقول حظ يعني ان شاء الله ما تنعال بس رجعتوا تذكرتوا الحرب بانفجار اربع اكيد لانو حضرتك في اوتل ديو اكيد انا نزلت ع اوتل ديو يومتا اجا 730 جريح ع اوتل ديو انا بلاشت هونيكي بس بعدين في اصحاب لقلنا جيبوهن على رزق وطلعت ع رزق وتعرفت عليهم واكيد وبعدنا لحديت هلأ بعدنا لحديت هلأ مثلا اجت لعندي بنت كان عمرة 8 سنين وقت العشرين هلأ صار عمرة 11 سنة وبعدنا عم نشتغل فيهم يعني بعدين الاشخاص اللي تغيرت حياتهم تصوري واحدة 18 سنة مثل الامار اجا كل هلأ زيس صفت مشلول نصف وجه يعني طيب كيف هيدا كيف من تحت رأس هل هل ما بعرف شو بدي سميهم هل مجرمين اللي مفرقاني معهن مفرقاني معهن رح اكون لطيف بالحاكي مش رح اكون اكتر هيك اللي ما نحكي سياسة ما نفوض بالتفاصيل طريقيا مع هلأ هالقصة نكمل بزيت سيا واحد لما يبلش اكيد بيتأثر اكتر بس قدي سعب الاوقات واحد يفصل الاموشنز تابعه إلا ما يجي مريض إلا ما يجي حدا بيقدر يأثر فيك بطريقة اكتر من غير ما بتذكر خبريات اكيد صار معك حدا صار معه حادث او 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 بيأثر فيك اوقات لدرجة انه قد ما الجراح جري بيكون بمطرح معين خلو بديشير الاموشنز بديو في مطرح يجي تأثر متذكر مرة وصل على الارجانس واحد عم بيروح تقريبا انا كنت يوم متى هونيكي عملتله حطيتله قنبوب الهوى يعني وحطي نيله مصل وانعشني ما كان لا عم بينزف ولا شي كان ضغطه هابط وكل شي علي ضغطه وصار منيح اكتشفنا ساعته انه عم بينزف من رقبته طلعنا برقبته اكلها الشازيه جايه عرقبته عالي كتير يعني عالسي دوسي ترواسي كاتر ما بقى يقدر يتنفس لوحده يعني بده يبقى عالمكنه كان عنا مكانات للتنفس الاصطناعي كان فيه يومتا بيوتل يو بعتقد اربع مكانات كان فيه هالقدم كان عم بحكيك انا سنوات السبعة وسبعين اثنين وسبعين صار فيه عنا حواديس بدون مكانة من هالنور هيدا ما فيه امل منه ما فيه امل منه يعني هوديكي رح يعيشه هيدا بده يعيش كل حياته بالمكانة يعني يعني اذا اذا نقطعت الكهرباء ونواصل راحة المكانة راحة القصة بدون ياخدوا قرار يجو قالوا مين اللي حطلوا التيوب فتلون انا حطلوا التيوب قال انت اللي بتفصل التيوب تعرفيوني تفصل التيوب يعني انه خلاص هي تلو حياته ايه هاي صعب 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 كتير صعب حتيقرر انه خلاص صعب صعب اكيد صعب اي 경우 أشدا 2 عملت عمليه قبر ولد عمره بعد ما ونقول اسمه شهرباء الله يرحمه كان عمره 6 لمدة 3 سنين شدوا يبimy طلب الفيدياتوري من تلا الطابق و zamقتكار الى المسا מק pierwsze وكان سوريسبيراتور وجربنا نعمل كل الواحد انه تصوري هالسطلنة يعني هاودي اللي ما جيبو لنا الكهرباء تصوري ونقطعت كهرباء تصوري سطلنة من تحت راس شو بيروح ولد لانه لانه الكهرباء نقطعت يعني انه اشياب اشياب بتمرمتك يعني بهايك بتزعليك ماش الحال ماش الحال الله يرحمون الله يرحمه بروفاسي بقوله انه طب التجميل بلبنان يعني لبنان من اقوى الاطباء عندنا للتجميل حتى بيحكوا كمان عن البرازيل انه عندهم اطباء تجميل شاطرين كتير كيف بيتصنف يعني لا بقوله انه بهذا البلد التجميل هو نمبر ون نمبر تو كيف بيتصنف هالمجال نحن في جمعية لبنانية لجرحي التجميل في ناس متخرجين من فرنسا وفي من بريطانيا وفي من امريكا وفي من المكسيك وفي من المانيا وفي من ايطاليا وفي من البرزيل في من الارجنتين وفي من الصين يعني هود الدول اللي نحنا الجراحين التجميل بهذه الجمعية موجودين فيه وقت اللي منكون فيه مؤتمر او فيه اجتماع لانا منعمل اجتماعات طبية ايام نحنا هيك بيعملوا لا هذا هيك لا هيك فيه تبادل افكار فيه تبادل افكار بعدين بعتقد نحنا فيه عندنا جامعات مرتبة ومتخرجين الشباب يعني بطريقة علمية يعني ما فيه مستوى فيه مستوى لذلك بتلاقي انه بلبنان نعم مستوى طب التجميل متقدم العالم تجمن وينما كان على لبنان كرمال التجميل هي لو حالة البلد من ناحية السياسية من ناحية الكهرباء من ناحية الامنية امنية واضحة كنا اكلنا الاخضر واليابس كان نشتغل على السياحة التجميلية كانت السياحة الصحية مش بس التجميلية صحيحة الصحية كاملة كانت كانت اكلنا البيضة وتقشرتها بس بس شو بدك تعملي يعني كيف بده يجي السعودي على لبنان وما يروح على لندن كيف بده يجي اذا بده يعملوا له مليون مشكل كيف بده يجي على المطار ويليقي حاله مفكر حاله بطهران وقتلي بده يوصل كيف كيف بده عرفت كي بده واحد يجي يكون امن حاله يعني ما مشين هيك ما لحية وفي فترة من الفترات فعنا فعنا للحقيقة كانت في بومنغ غريب الشكل طرح كامل كنت رئيس لهالجامعية نعم خبرنا على الاكسبيينيس طبعا كيف كانت الاكسبيينيس كرئيس جامعية لسوق الحظ كانت صعبة شوي لانه ما قدرنا حتى مع نقابة الأطباء ووقت اللي كانوا النقبة أصحابنا عم بيساعدونا نقدر نوقف الجراحين التجميل اللي منهم شرعيين يعني نحنا بتعرف بالجامعية ثمينة وثمينين أو تسعين نعم صعرنا هم كي مية هلا ممكن صعرنا مية مية بس في ستمية عم بيعملوا تجميل باللبن من عدا هلا اللي بيشكشوا قبر وبيحطوا برمانات وصار في غلطات ومن عدا اللي بيعتبروا حالهم هنه أساس أطب التجميل بالبلد وهنه ما معهم ديبلوم حتى بالموضوع وما قدرنا وقفنا هالشي ما قدرنا وقفنا لسوق الحظ لأنه إذا من الناحية الأمنية ومن الناحية الحقوق العقارات والحقوق مظهور نعم نقدر نوقف بدنا نجي نوقف هلا بوقتكن يا شباب انتو تجوا تحكولي بالتجميل بيعوني يا هلا لا ماشي بك طيب ترح كايم أنا رح أعطيك رأيي وأنت فيك أكيد تعارضه بس رح أسألك شو رأيك بالموضوع دور السوشيل ميديا علق بالتجميل ايه في عندك مدرستان فيه فيه ناس بيقولوا شغلتان واحدة مدرسة بتقول لغو سوشيل ميديا كلها خلي العالم بس يممنوع الدعاية خلي الحكمة المخصصين يعرفون المرضى ويروحوا دغري بس عند الحكمة المخصصين فيه الاتيتيود الثانية اللي أنا بعتبره كمان فيك تعرضني أنا بقول ما عم نقدر نوقف ببلدنا الناس المنون عندهم بالتجميل ليه مش نحنا المخصصين والتعبين ودرسين نكون عالسوشيل ميديا أقوى ونواعي العالم أكتر يكون عنا قوة بلاتفوم يكون عنا وزن عالسوشيل ميديا لأنه أنا بعتبر ببلد مثل لبنان مستحيل نقدر نضبط خلينا أتليست بالبلاتفوم طبعنا بكلمتنا نقدر نوصل أكتر شو رأيك؟ ليش نحنا بس لبنان؟ لا بفرنسا مش هيك؟ لا بإيطاليا بأميركا مش هيك؟ أنا هون كنت بتقول هذا الموضوع كنت قبل مع كافة البروفيسور أنا بوقتها كنت تصور بأميركا وبكندا أنا بعرف أنه حتى بينعطى بيقدر حيالي حدا دنتست أو حتى عنده مثل يعني حتى استاتيج فيه يكون عنده صحيح؟ يقدر يعمل عبر وفلر وكل شيء الدنتست كلهم بأميركا تقريبا عندهم محلات بقدروا عمل فيها فلر وبوتكس هلأ بالنسبة للميديا أنا بدي أسألك هيدا من عشرين سنة كان في حدا معه مثلهم؟ لا في شي واحد اليوم ما عنده واحد واثنين؟ لا فإذا خلينا نكون شوي وقعيين ومع التطور الجمعية حاولت تعمل سايت السايت مكلف هلأ المستشفيات عم بيعملوا سايتات وعم بيحطوا الحكمة وفي حكمة هني عم بيعملوا سايتات وعم بيروحوا على الإنستغرام وهايك ليس المهم الواحد انه يطلع السوشال ميديا المهم انه ما يغش المهم ما يصفي فيه غش لأن الناس بتيجي لعندي بيقولولي بتفرجينا صور بيقول لهم نحنا حسب الأدبيات الجمعية انه ما منفرجي صور بس كمان هيدا مش مزبوط بس إذا فرجتكم صور يا هلتورة هالصور انا عملها يما اخذها من حدا مثل ما كثير ناس بيعملوا بيفرجوا هالصور ويقولوا انه هني عملوها يعني فيه فتحنا مجال للغش اكتر وهيدا اللي ما بدنا انه الناس ما تنغش لذلك انا اكيد ما بق فينا عارض السوشال ميديا والسوشال ميديا صارت إجبارية يعني إجبارية الشباب بدوا يقوموا فيها واكبر برهان هاللي عم بيعملوا السوشال ميديا عم بي الناس عم بتروح لعندهم بس الناس ايام عم توقع هايدي متل طعم هلا الطعم الناس بتعلق بالسنارة بيعلق شو ما كان عرفتي كيف بتعلق الجربيدي كما بيعلق غير الجربيدي يعني صباط نزل بالبحر ايه صباط نزل بالبحر ايه صباط نزل بالبحر ايه لا جمان لازم الواحد يعرف في نائه وما يكون فيه غش فيها هلا الحلو كمان بالسوشال ميديا وبالدعايات انا اللي بلاقيه افضل من التيفي بهيدا الموضوع اليوم التيفي انت بتحضر يعني بس بتحضر الدعاية اللي عم بيفارشو كيها بينما بالكل شي على جوجل على سوشال ميديا العالم قدرت تعطي رأيه يعني فيه ناس قدرين يعطل ريفيوز طبعهم اذا راحوا جربوا اذا هذا الشي نيجاتيف اذا كان هذا الشي منيح يعني قدرين العالم تاخدوا تعطي وتنصح بعضه من خلال كمانت من خلال الريفيوز يمكن بتلاقيها بمحل معين افضل بعضه من انه يمكن اكتر يمكن اكتر معيك حق من التيفي بهالقصص يعني صارت القصة فاتحة يعني مين ما كان بتحطي اسم حيالله اسم بتلاقي كل شي عنه وإلى اخر ما فينا ما فينا بقى ما فيك ما فيك تسكر هلا في الوجج البوزيتيف للشي وفي الوجج النيجاتيف ممكن متل كل شغلي هلا تشعزت باست داكتورز اللي حاطت اكتر جوجل اد بيطلع بالاور كله بايد دكتر حكيم حقا انتقل عقصص معظومة خبروني انت كمان جينيكولوج بتولد خبرنا رزيدان ايه عنا حكيم هلا صار دكتر اندري قال طلب منك اذا فيك تولد له مرته لانه بالحرب او ايه اضطرات تولد مظبوط شو صار خبرنا شو صار بالحرب عن جد مظبوط كحكيم تجميل طريت او ايه ايه او ايه انا اه انا اه اوقت لي وقت الحرب مظبوط يعني طريت يعني لان امرأت على المترنتي وقتلي كيف المترنتي وعملت اه يعني من خضام هاله الوحن مولد لي شي مية وخمسين مرة هيدا مش اكس بي هيدا خمسة عشر سنة طلب ليس قطعت على المترنتي الاهضم من هاك انه ابني البكر انا ولدته حالو يعني كانت موجود الريزيدان اجل الانترن بكنه في فرنسا بسان فانسان دوبول وسبب انه في 14 تموز يعني العيد الوطني الفرنسي وسبب انه في جسر هناك تعرف الناس بتفرز وكمان سيئبت انه في 14 والدي بزيت الوقت بيناتن اتنين واحدة بلاسانتا برافيا واحدة بروسيدانس دو كوردون يعني اللعنة شي عم بينزوف وشي عم بيروح الولاد كلهم مهتمين فيهم وكانوا فحصوا مدامتي وشايفوا انه كل شي طبيعي وكل شي اجا الاكسترن يعني قلت البروق شوي بسيطة انا بخت وانا بيكل هاو دي من الاشياء هيك هيك ما دامتك ما فيها تقوله انا جبتك للولاد بتاك تقوله انا وياك خلاص مش هيكين مش هيكين هيدي اندماج لا ما دامتك عصلي مدام دكتا الخيم خبرنا عن هلا كلنا نحنا كحكمة تجميل خصوصي بهالجيل الجديد عم نجرب روح ادوباي شي بيروح اصعودية شي بيجرب يروح ويجي برافو انتو بوقتكن رحتو يعني صار لك فرصة تروح عالعراق صار لك فرصة تروح عا ايران مضبوط شو صار خبرنا كيف كانت انا رحت بي غير جو يعني يوم متى الحكومة العراقية طلبت منا نروح هيدا سنوات الواحد وثمانين تنا وثمانين تلتا وثمانين رحت كل سنة شهر تقريبا على بغداد على مستشفى الرشيد العسكري كان فيه اذا متذكرين وقت الحرب العراقية الايرانية كان في عندهم جرحة ومش عم بقدروا يخلصوا فيهم هالجرحة بقى رحت لهونيكي واشتغلنا فيهم وكانوا لازيزين كتير العراقية وكان عندهم الطب بنج فضعين لانه متخرجين من بريطانيا بيعملوا انتوباسيون فضعين كانوا حقيقة يعني اشتغلنا كتير هونيكي ومبسطت كتير يعني بالعراقية اكلنا مصغوف ونبقى نتعشى نحن وياه هون وهيك وكمان هونيكي صار معي بعض المقابلات الحلوية شو صار انا سيئبت انه عمي باي مرتي كان بيعرف امين الحافظ اللي كان رئيس وزارة بسوريا ووقت لي ترك سوريا اجل عنده وهو مشي على خلص وطر رجع راح على ايران بقى يوم متى انا هونيكي وكنت تعرف يعني كنت بعدني فرخ ومهتم بالسياسة وإلى آخرين قلت له طالع عبالي اجتمع بميشيل عفلق اللي هو اللي هو مؤسس حزب الباحث العربي الاشتراكي انت بتعرفين بس انا ما بعضت معلي معلي لا لا معلي ورحت وحقيقة ان اجتمعت معها يعني اخدوني يوم متى استغربوا انه كيف بس كنت الواسطة قوي يعني من امين الحافظ وتروح تشوفي مش هي العفلق يعني مش مش مسحة مش مسحة لان هو المؤسس الحزب ويا لطيف وانا كان عندي افكار طبعا مش بعثية يعني عدت انا ويا هيك عطاولي بجنيني راس براس واستقبالي بكل بكل لطافي وانبسط يعني هو زلمي مكتميل وانا بعدني فرخ يعني يومتا وايك وقال لي شو عرفك وشو حشريتك وكذا وايك مبسط انه في عندي حشرية فهمت منه بعض القضايا اللي مقبولي يعني كفكرة كفكرة يعني وحدة عربية امتهم عربية خالدة ذاتهم رسالة ما بعرف شو هي لحاصله ايه و تعرفي هو سوريا انتقد يومتا النظام السوري بشدي انه هيدا مش النظام البعث المظبوط وهون البعث العراقي هو البعث المظبوط وبرهنة الايام انه مظبوط انه هاودي عملو اللي عملوه وهودي كيك صدام كان البعث المظبوط ايه انه بالنتيجة ما اناعني ما اناعني لانه الخلفية تبعه الخلفية بتعرفي هو اسمه مش هال عفرق الخلفية تبعه انه يصفي بهالعالم الاسلامي يكون فيه نوع من العلماني يعني انه علماني ما رح تصفي علماني هايدي بدي ترجع لسناوية الستمية تنقدر نغير ونعلمن ونعمل هايدي شغلي شغلي ثقافي دينيه عميقه كثير قلت له منحلم ان شاء الله تتحقق الامور بس هيدا ما رح تتحقق واكبر برهان واكبر برهان ما تتحقق ايه فيه اغضل البروفاسور شوية من الطب اكيد البروفاسور خبرونا انه كل ويكا انا بتطلع البترون نعم برن قد اتغيرت البترون ومعقول الروترات يكون فوق ولا ما فيه روترات كمان روترات ما فيه طالما الايدان مناح والراس مناح ما فيه روترات انا قلتلك معلمة تيسية ضل السبعة وثمانين سنة يشتغل بفرنسا وهيدا بفرنسا دكتور غسين نعم لانذي عام 92 يتظهر ايه يعني الانسان اذا فيه يأتي ليش تبدي يوقف لا يوقف لشوة عندي هوباي عندي هوباي أحب على اوروبا يحب هذه الرياضة الترفيهية. لكن يوقف إذا كان يقوم بإعطاءه. لماذا تريد أن يوقف؟ بطبيعة الحال هناك أشياء الطبيب يجب أن يعرف. وقت يصفي فيه عنده ناس يعرف أنه يعملوا شغلات أحسن منه. بيبعت له إياهم. مثلا في جو عنده اختصاصات بيعملوا الأحسن مني. ببعت له إياهم. ما في عقد. ما لازم يكون في عقد بالموضوع. ما رح أعمل رتريت. ما في رتريت. هلأ بروح. في ويك أند يعني. بروح ويك أند. تغيرت البطون. نعم. تغيرت. هلأ صارت. يعني. هلأ نحن نسمع العالم تجي. مثلا من برد. تغير على البطرون. بيحجزو. أنا عجبتني مرة شغلي. قالوا. شو مفكرين حالهم بفقرة يما بالبطرون. ها. حلو. يعني صرنا هلأ فقغة. صارت البطرون. هالفقرة. يعني. ايه. حلو. مفتعت البطرون. وحلو البطرون. كتير حلو. نحن نعرفها من زمان. يعني أنا من طفولتي هونيكي. وبتسبح هونيكي من أنا وصغير. حلوة كثير البترون هلأ صار فيه أفر شوي يعني صار فيه يعني أهل البترون صاروا متل ما عم بيصير بكل دول العالم يعني إذا بديك تشوفي برسولونا إذا بتشوفي فنيز إذا بتشوفي مدريد يعني هل المدن الكبيرة هل موجة السياح الموجودة عم تزعج الأهيل اللي موجودين والأهيل الموجودين شو عم بيعملوا عم بيتركوا بيوتهم يعملوها يأجروا وإلى آخره وهن بيطلعوا لبرة مش انتاي يستفيدوا طبيعي إنما البترون فيها جمال وهو تحسنت كثير لأنه فيها طابع الحجر الرملي والحجر الرملي زهر بكل البترون بالسوق بالأسواء صار صار فيه جمال يعني وصار فيه حسد بوزيتيف يعني صار واحد ينحسد من الثاني إنه هيدا عمل بيتي حلو هي رمام هيدا هيدا صار يحط زهري أنا كمان الزهر حلو هيدا صار فيه تقدم هيدا هالحسد البوزيتيف كتير منه هايفا أنت عرفت أن دكتر حكيم جربي ترشح عن نيابي بدي أسأل مش جره بترشح ترشح جربي يوصل ما تزول فجأة دكتر حكيم بدي أسألك سؤال في أمل ببلدنا بأعتقد إنه بلدنا البلد رح يضل بلد البلد رح يضل بلد هلأ شو يعني أمل إنه فكرك إنه جيوغرافيا رح يروح البلد لا القصة القصة قصة إدارة بلد قصة نظام قصة إدارة بلد بس هالبلد حكيمه جيين من الشعب لازم الشعب هو نفسه أول شي تربى أعرفت كيف أنت عم تقول لي إنه إيه ترشح أنا سنته هلأ في عندنا التغييريين سنة الألفان واثنان وعشرين ما هاي أنا سنة الألفان وتسعة شو كان فيه سنة الألفان وتسعة كان فيه أربعة عشر وثمانية أدار وترشحت لأربعة عشر وثمانية يعني تعرف حالي إنه ما رح أنجح بس ترشحت تشوف المستوى الفكري الناس شو هاي الناس عنا مع الترين الناس عنا مع الترين والمال عنا بيعمل كثير صح انتي بتعرف منطقة مثل البترون كان فيها تنهان يعني تعرف قداش نصرف فيها بس البترون واللي انتخابات؟ ايه ايه انتخابات؟ 2009 قدي؟ قدي بتقول بين الخمسة واربعين والخمسين مليون دولار واو راجع التليفزيونات السيد حسن اعترف إنه نحنا حطينا تمانمئة مليون جاء تمانية هاو ديكي حطوا مليار ومثان مليون مينة واربعة عشر كلوا ايه نعم نعم طالما هايك طالما هايك بدون يكونوا والشعب رايد هايك صحتين عقلبون صحتين عقلبون شو بدي يقول جربنا بالتغيير قبل واحد يقال له انا تور دافوار ريزون تو الواحد وقت لي بيكون معو حق بكير نحنا نحنا عملنا حركة سميناها حركة لبنان الكيان تتكون سباقة بالموضوع ومشان كيان لبنان يعني لانه تنحافز عالكيان لكويننا هلأ بهالكيان ما شفنا ما شفنا عنصر مسقف عنصر عنده افكار تفكير اجى مع انه اعلننا عنا وحكينا وكل شي الناس ليس هايك ليس هايك ليبنان فيه هلا بيقولوا لك انه ليبنان عربي ليبنان مركانتيلي يعني مركانتيلي تاجير شعبنا شعبنا تاجير شعبنا بيلحق الزعامات وبيلحق العائلات وبيلحق الوحيد ترببك مع انه مع انه عنا 40 ألف مهندز وعنا 20 ألف طبيب وعنا ستين ألف محامة بس وين اني وين اني هاو دي هالي هن لازم يقودوا البلد ولازم يفتحوا عيون الناس وين اني هاي ده من ثالتين زرعت انا بعتقد بقول العالم وعم تتورد من جيل لجيل كان بالتباعية والسياسيين عارفين يعملوا شغلهم كتير منيح بيعرفوا اللمتس طبع مناطق معينة وعيال معينة قدروا يحافظوا عليهم ويضلوا بين ايديهم مازلوا هي على كل حال احنا بعدنا على الهواء على كل حال اذا بتشوفي الأسماء السياسيين بعدهم هن نفسهم والسياسيين الجدد اللي اجوا انه هن بدون يغيروا بدون يغيروا يعني بالطائفة الشيعية عندك السنائة عند المسيحية عندك مثلا القوات هاي ده اللي اجوا جديد على الساحة بالسنية عندك الحريري والمستقبل وإلى آخرية هاي ده اللي اجوا جديد تقلدوا الادم تقلدوا العائلات يعني عرفت كيف وصار كل واحد بده يعمل ديناستي لقلو يعني بده يورط ويعمل بده يعمل ديناستي عون بده هو هو وصهره وما بنعرف مين بعد يعني انه ما صار فيه تطور بنوعية التفكير بالفكر ايه يعني هاي دي هاي الشغلة بالسياسية هاي دي المشكلة عنا رح ناجعيك شوية عالطوب بشكل كم شغلين انا بعتبر جيمعا الناجحة او الدبارتمنت الناجح مش بس بعلمك التكنيك مش بس بعلمك كيف قصص العمليات بس كمان فيه ريسورج واللي ثارنا فرصة كتير كبيرة بالسرفيس طبعا كنا فيه بوتل جو برئاسة دكتور حكاين انه نقدر نعمل نكتب بريسورج يعني احنا كريزانية بالفترة اللي قطعنا فيها بين انا ودكتور جابور دكتور شيريه دكتور يوسف كتير 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 طورنا كنا عملنا قصص وانا بتذكر حدستين حط واحدة فيها اجتنا مريضة وكتر حكاين بيتذكر عندها شي اسمه ميكوفيشي دوس او بالانجليزي اسمه سيستيك فيبروسوس سيستيك فيبروسوس هو عالم ما بيعيشوا فترة طويلة ليه لانه در حكاين بيعرف كل شي بيعملوا سيكريشن بالجسم كان ساليف كان برية كل شي بيجسميك لانه في عندهم انظيم منا موجود عندهم فبيتعذبوا كتير بحياتهم بيعملوا التهيباتر وايا بيعملوا هيا اجتلع عندنا انصبية عمره تقريبا شي 18-20 سنة عند عميل تهبو الغدد الريء تبعه اكتر من مرة كل شي انتي بياتك رامين عطوه ما عميزبطه كل شي ما عميزبطه رحنا عنا وتترحق اهيو منا مكتوبة بعضهم اللي هلق بيصالو له ايميلات لتحابي بعتلي ايهون بليز نحنا داعينكم تتخبرونا شو صار شفنا انه البوتوكس لهاي العالم ما بتعرفه البوتوكس كلهم بفكروه انه بس بيشي تجاهد البوتوكس بيوقف كمان العرق يعني في نعم بوتوكس تحت البوتوكس وبوقف كمان غدد الريء سوئلنا يا جامعة لما منجرب عند هالمرة لانه مش معقول يقزي نحط لها بوتوكس بالغدد طبع الريء طبع بركي بتوقف تعمل هالالتهابات لانه الالتهاب عم يجي من شي سميك عم بيسكر المجرى وما يسكر المجرى بيجي بكتيريا وعملناها ويحو الارتكال جاني مفرجي هونين طالوا اسمي ودكتر حكايم ودكتر سامر ودكتر مروان ناصر هالتطور هالدافع اللي بغير ان يعطينا يسمحنا دكتر حكايم باللوجيك بشي ما يقزي نعمل هاي عم يعطيكون opportunity كمانا يكون في solution لأمور جديدة خبرية تانية كتير مهضومة واحد كبير بالعمر عم بيحط وجبة الوجبة اكلت له العظم صار النار العصب تبع الحنك تبع مظلط تقريبا مظلط بتفتح هيك سنين وبتلاقي العصب دغري تحت النار وموجوع موجوع موجوع بتطوب شو عندي كحلول تفوت تقصيله اياه تحطي ألكول تتحرير انتب لا بدنا نقتله هالعصب لهالزنماء خلينا نعمل غير شيء هون دكتوري حين تولع بالفكرة انو لين ما بنعمله دهن مع PRP مع أسس خالي حطينا خلقنا كوش دهن بين النيرة والعصب ريحنين رجع حط وجبته رجع حط وجبته ورجع يأكل ومبسط فهالأسس أسس صغيري بس انو مهمة مهمة لنقدر نطور بالتوب عند بنهب اخر سؤال يلا هننهب اخر سؤال هيك عطولي بيعمل فيه دكتوري بس لقلنا لا بدك بكير لا لا لقل لك شو بيعمل بيقلي هاي اخر سؤال بفكرنا نسيت بس جايب سؤال بوجع بيقلي اخر سؤال يلا تفضل اتناينتنا بنحب كتير الفلومي ونروح لا عمالك عمالك قبل بدي بجانسيست حكيت عن العراق بس بدي خبر الناس انو انا رحت رجعت على ايران ايه تفضل رحت عار ايران من التسعين لالالاربع وتسعين التسعين عمله العملية لكي أفعله إليها. ويومتها وقفنا بالعراق سنة الثلاثة وثمانين لم تكملت له. صار فيه السلم بين العراق وإيران وتبادل أسرة. رحت عا إيران بدنا نعمل بشوف هالزلمة اللي عملت له العملية بالعراق سنة الثلاثة وثمانين بشوفه سنة الوحدة وتسعين بطهران. بشوفني هو بيركود وبدو وبدو يركع قدامي وبصلي إجري وإلى آخرين. أنا تسرت كمان كتير إنه هالزلمة ضل كل هالفترة تقريبا تسع سنين حامل هالموضوع عمله ولمبو وطيبولي وإلى آخرين. يعني بس تعرفي بس للفيور بشي لقوقت عضلي أو جلدي من مطرحة 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 مطرحة. قعد كل هالفترة وما عاد نسطع أبدا ترجعت عملته بطهران. يعني عرفت كيف لحقت الجهتان ما في شك يعني الجهتان كانت. محاولة. هو مخزوص. ايه كثير بناحة. رح عاني بآخر سؤال هاي فهو والا وعد. القصة وما فيها نحنا اتنينها محب الفومي. حضرت أوبنهايمر مظبوط. ايه. أتينا انتباعك العام شوية عنه. هالفين زلمة اللي هو من ورا ما كان فيه آتوميك بومب. ايه. كيف حسات. وكيف لقيت هالديركتور اللي قدر حطك بموقف. نجحت الامبلة زرية. بس بذات الوقت العبق اللي عليها لروبرت أوبنهايمر. ايه. انا بيخد غير مغزة. بيخد غير مغزة. لأنه بريزيدنت ترومن. واحد. واحد. واسب انجلوساكشن. مرت ترومن ولا اكتر من هيك. بريزيدان امريكاني. وصخ. كيف قال له. ما بقت شبليه هيدا. انه هاللي خليك تربح الحرب. تتعرف انه السياسة بالنتيجة هي اكبر مهنة. لانه هي اللي بتقرر. نحن قاعدين هون. هلأ اذا طلع السياسة اجلك عنا. وقال الساعة بعد الساعة سبت تنضب ببيوتكم. بدنا ننضب ببيوتنا. السياسة. اوبنهايمر كل شي عمل. وخليهم يربحوا الحرب. وخلي. يعني. يحول هذا الشغل. وخلي انه كذا الف امريكاني. ما يموته جندي امريكاني. بيجي ترومن لانه. هو بيقرره. وزايحوا لأوبنهايمر. تتعرف. يعني هوني. لازم. والكتر خير الله هلا. اذا بدنا نشوف. ايلون ماسك. وزوكنبرك. وكلهم. والله يرحموا. واسموا ستيف جوبس. وكذا. اخذوا مراكزهم. لان اخذوا مراكزهم. مش بس باللي يعملوه. لان صار عندهم ادرة. مالية. اوبنهايمر ما طلع عنده ادرة مالية. لو عنده ادرة مالية. كنشتريلة رومن. نشتري. السياسي بتشتري. نعلي تصبات. يعني شوف. انا خدت هالمغزى. هلأ شو بدي هو. نفسيا. اوبنهايمر. انه كيف هالشغلي. رح تروح. كذا. اشخاص. و. اللي. الطيارجي. اللي. اللي. عمل. مشكل نفسين. كثير. بسيكولوجيك. انه روح. روح الناس. بس نحنا عنا. بانفجار اربع ايب. ما ما فرقت انه هاودي. لاش شبهون هاودي. لاش كانوا موجودين عالبور. ولا هاودي. ما كان لازم يكونوا. شفتي وان. شفتي وان. شفت وان عمول البراليل شوائي. عمول البراليل. بان هان قدم لي. بان الرياكسيون طبع اوبنهايمر. والالأزل اللي عملو. وبان نحنا جماعتنا هوني. مثل ترومن عمول. مثل ترومن. اه هاودي السياسية. قال اوبنهايمر لك هالجملة اللي كوتت. اي هف بيكم ديس. دستروير اوف وورد. اي هاودي. قال له لترومن انا حس بالزنب اللي اختراعته. شو بقل له ترومن. روح وفل له هيدا ما وقيفوش. وقليشوا بصورته بوجوه. انه هيدا ضعيف الشخصية. ضعيف الشخصية. بروفسور انا كتير مبسطة ان تعرفت عليك. واكيد كلا عم يحضرونا مبسطة بالمعلومات اللي عطيتنا اياها. ان شاء الله. بس حضرتك كمان افايت كثير بالسياسة. وعندك مواقفك. انا برجع بقل لك يلا ليش لا برك الدورة الجاية. اذا الله راد. ايا قانون. ايا قانون اللي اعرف اذا بترشح. حسب القانون يعني. لا مش حسب. ايا قانون بأيا دولة. مين حكمها الدولة. منشوف ساعتها. منشوف ساعتها. كله. بده اقول لك. مرسي كتير. مرسي لقليك. انا بدي قولتكي كتير. دوستر الكيين. وكل شخص حكيت وتجرب اخد معلومات من كل ريزدانية. كلهم بيقول لك مرسي كتير. عنجات عل. خرجت هالجيال بالتجميل. وخليك بها الهمة. مرسي. وبرك بكرة منحضر فين سوانا ويهيك. شكرا. 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 شكرا.